بسم الله الرحمن الرحيم اللغة الفرنسية ومع بيال ليغي كون بخوندر طبعا سنستألف مع طبعا الفقرة السابقة كنا قد وصلنا الى اخر هذه الصفحة كما نراهد اذا في هذه الفقرة ان شاء الله سنرى لا لاتخ اي حرفين هذا؟ سلا لاتخ مثلا عندنا هنا مينا لاذ مينا لاذ اذا عندنا لاذ اذا هذا حرف ال كما نقول في اللغة العربية حرف اللام اذا عندنا حرف ال كما نلاحظ في الكتاب اليدوية نكتب هكذا اذا نتكلم عن حرف ال طبعا في الكتاب المتقطع يكون بهذا الشكل كما نلاحظ الكتاب المتقطع انه يكون بهذا الشكل طبعا في ماجسكول يكون بهذا الشكل في حالة ماجسكول الكتاب المتقطع يكون بهذا الشكل ال هكذا اذا عندنا هنا لاتخال طبعا عندنا هنا مينا 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 لاتخال 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 أنا أغسل السيارة طبعا لدينا هنا مينة لعف يعني أن مينة تغسل بمعنى آخر كمان نقول أن مينة تصبن أن مينة تتصبن إذن بمعنى آخر نتكلم على مينة أن تتصبن إذن نقول مينة لعف كمان نلاحب الصورة لعف كمبران لالتر أل لعف كمبران لالتر أل إذن كلمات لعف تتضمن الحرف أل طبعا لدينا هنا أل تتصبن مع أ إذن تونتك كيف كيف تونتك تونتك إذن سببنان ل أل أبنان ل طبعا لدينا أل 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 أ كيف ستونتك كمان تتصبن سببنان لأ بيان سببنان لأ لاب ادن نمتق 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 لاب ادن نم إذن كيفة تونتاق هديه؟ L-E accent aigu se prononce LEY. دوما إن دانا. Après كسكونا؟ On a L-O. Après on a L-O kis prononce LO. Après on a L-O kis prononce LO. LO. Après on a L-E accent circonflex. إذن هديه تونتاق؟ LEY. LEY. Après on a L-E qui se prononce LI. L-E se prononce LI. L-A, L-A كونسولو لا, se prononce LA. LA. Après on a L-E accent grave qui se prononce LI. LIY. هدي فيه وحد شوية الإطالة بالنسبة لهدي. طبعا هاد A فيه بعض الإطالة بالنسبة لهاد A. طبعا هاد انا. LA. LA PIL. LA. PI. PI. طبعا هاد انا فيهما سابق لالتر PI. طبعا هاد انا I. PI se prononce PI. طبعا هاد انا L-E. L. ال. voilà. L-E. Szuspronance. L. طبعا هنا تنطق ل. تنطق ل. إلا كانت بوحدة. إلا كانت بوحدة. بحال هذه. نقول LE. هذه كلمة بوحدة ثم عندنا كلمة بار هذه بوحدة أيضا ماشي بها اللغة العربية طبعا نقول ثم نذكر الكلمة نقول مثلا الأب هذه الأل تذكر لاصقة في الكلمة في اللغة الفرنسية هذا الأغتيكل بوحدة ثم عندنا الكلمة التي تسبق بهذا الأغتيكل بهذه الأدات إذن عندنا هنا إذن طبعا الأف آخر الكلمة تنطق ل نفس الشيء كما عندنا هنا نقول لابال 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 لابا طبعا عندنا هنا بأ ماشي بي هذه بي وليست بي طبعا هذه تنطق بالشكل المخفف إذن نقول لابا با ل لابال هنا عدنا بي طبعا لو كانت عدنا بي مراءة تنطق با با إذا كانت عدنا بي مراءة بعد مننا أ تنطق با في حين إذا كانت عدنا بي من بعد مننا أ تنطق با طبعا في الكتابة المتقطعة هوا تكون عدنا بي تتكون عدنا بي وتتكون عدنا باي بذي الشكل وتتكون عدنا دي دي تكون بذي الشكل ثم تكون عندنا كي كما تنشوفوた نتكلمو على نفس الرسم كل مرة تكون لديه وضعية هذه تنطق P هذه B هي اللي عندنا هذه P كما عندنا هنا P هذه ثم عندنا B هذه الثانية ثم عندنا D كما هذه هذه D ثم عندنا Q هذه سنشوفها من بعد إذن عندنا هذا الرسم أنه نفسه فقط الوضعية للتغيير إذن عندنا هنا لابال 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 ثم عندنا للي للي نتكلم عن السرير طبعا هنا نتكلم عن الكرة ثم نتكلم عن لابيل طبعا كلمة بيل أنها تتعني يعني العامود الكهرباء السرير وهي الصغير طبعا احيانا نتكلم عن بال basics نتكلم عن وجهي العملة بال 얘�考 ضuary storist اذا نتكلم عن لابال أيضا formula تلك الأعميد التي تشده القنطارة تسمى لابال طبعا نتكلم أيضا عن لابال كلمة processed いうこと من عامود تسمى ايضا لابيل اذا نتكلم عن مجموعة معاني لهذه الكلمة طبعا حسب السياق اذا عندنا هنا البال ثم عندنا للي السرير يجب ان نشير هنا الى ان كلمة للي هكذا للي اذا نتكلم عن السرير اما كلمة للي هذه تعني الحليب للي الحليب هنا للي السرير ثم عندنا كلمة لابو رأينا اسم ذاك المسابق اذا نتكلم عن التفاحة لابوم المقصود بها التفاحة ثم عندنا لامال طبعا كلمة لامال كما نرى هو لسيتون مال اذا نتكلم عن هذا الصندوق يسمى لامال كان يستعمل بالخصوص قديما اذا نتكلم عن المال بعد مرة نقول لحنا المالة بعد مرة نقول لحنا المالة لالسيارة مثلا اذا نتكلم عن المال ثم عندنا هنا اذا نتكلم عن اذا نتكلم عن الفستان اي انه صال صال رأينا فيما سابق طبعا رأينا هنا عكسه كمان نلاحظ عكسه انه نظيف طبعا هنا هنا عندنا لاروب اصال اذا نتكلم عن الفستان انه متاسخ الفستان انه متاسخ لاروب اي لا رو رو تنطق ب ب غوب اي صال صا طبعا حرف اس انه ينطق دائما بعد الشكل نتكلم عن اس إلا إذا جاء بين دوفويل اذا هنا تقرأ كزاد عموما نتكلم عن اس في وسط الكلمة هنا طبعا اس جاءت في اول كلمة اذا ننطقها اس اس وبرونانس صا اذا نقول صال 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 اذا متاسخ اذا الفستان انه متاسخ طبعا كلمة الفستان هنا كلمة مؤنته نقول لاروب صال مجمع الفستان اين صال ما دان ان انا عندها signed ينطقص مينoe كيف يفعل مينoe مينoe اذا ماذا ستافعل اذا summoned مينا لاث لغوب كم نرى مينا لاث لغوب مينا تغسل الفستين لغوب السال مينا لاث لغوب إذا الفستين متاسخ مينا تغسل الفستين حتى لا نطيل نستأنف الفقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله اشتركوا في القناة